يجب أن نتبه الماء لا يحمي من الشمس الماء لا يحمي من الشمس مرحباً أراداً على سكينفيت أنا جوزيف أنا أعطيك وبهذه الحلقة سنرى سواء بعض فيديوهات يوتيوب وسنبدأ سواء سواء باد يوتيوب إدفايس مثل ما نعرف هالأيام صار فيك كثير أساس على اليوتيوب صار فيك كثير بيوتي بلغرز بيخبرونا كيف هنة بيعطينا ربا شوتهم بس المشكلة بتصير بس يصير فيه معلومات خاطئة أونلاين ونسمح نصدقها وصيروا للعالم يصدقها ويستعملوها ويدروا بشوتهم فبهذه السيريز سنصير نحكي عن هالأغلاط ونسلحهم أكيد كل واحد حر كيف يعطينا بشرته وشو بيشارك مع جمهوره بس أنا بالنسبة لازم أخبركم شو العلم يقول ونبهكم أنه لا تسمعوا لعميم مكان كل ما حدا قال شي تلحقوه ودايما نعملوا لأيام ريسيرتش ما تعملوا الشيء العمياني ونذهبوا لأيام ريسيرتش وعرفوا ما تعملوا الشيء العمياني وما تعملوا الشيء العمياني مستعدين للباد يوتيوب أدويس خليكم معي إذا هيدا أول مرة تحضروني هذه هي سكنفيتس سكنفيتس هي مجموعة ترينيج بعملها على السوشيال ميديا تأعلمكم عن مختلفة ومختلفة تكنيكات التي تعملوها حتى تعطينا بشرتكم وتصلوها لأحسن شيء فيها تصلو أول باد سكنكير ادويس هو من هودا كتن يعني اسمه من عرفة هودا بيوتي تعنشوف والآن سوف أضغطيه على نفسي يا رجل هنا يأتي عزيزي سيقول ماذا تفعلين؟ مرحبا ماذا تفعلين؟ مرحبا ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ شيء؟ حسنا ماذا تفعلين؟ حسنا حسنا مثل ما شفتو هودا عم فرجينا كيفين نشيل البلاك هادز رؤوس الساوطة عم من خورنا وهي عم تشيلهم بالفرشات سنان والتوث بيست نعجو الأسنان عم نفيديو تاني كمان من هودا كمان عم تقول اخر طريقة فينا نشيل فيها البلاك هادز خلنا نشوفه سوا بشكل كامل لا يساعدني وضعوا بشكل كامل لا يساعدني لا يساعدني بشكل كامل Playstation بيوري ستريب اوه ايضا 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 مش مفروض اي شي تستعملوا عوشكم سكين كير يوجعكم ايضا 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 اخبركم شو الغلط باللي حكتو هدا اول شي لبلاك هادس ما فينا عمللون لا سكربين ولا سكوزين وخاصة مش بالتوسبروش لانه هدا الشي هدا الراف بولينج يلي هنعملوا على حيكبر المسام يمكن يساعد هلا شوي بس بيكبر المسام وبالاخر يكبرنا وهذا الشي ما بتكون ايه وما نفعل تاني شي خلوا يتمكن مش عوشكم المشكلة بالتوثباست انه بينشف الوجه ايه شي بتحسوه منه حيكون حييعمل احميرال للوجه كمان حيأزل من الاسكن فبعدو عما ثالث شي ما تستعملوا بشد شي عن وجهكم خاصة الجلدة لانه هنعمل دامج للسكن هنقذ البشرتنا وهذا الشي ما شنيح للمدى الطويل من الاخر كل شي موجود بالمطبخ ما بتكونوا تستعملوا بشكل كبير بشكل كبير ما تحطوا هيدا الاساس كل اللي عوشكم ما حينفعوكم ما حيشيروا البلاك هاد اللي فين نعنه بالبيت هو انه نستعمل شي اسمه سلسيليك أسيد أو بياه ايج ايه هيدا امثي عنه هيدا الاشيي انا بحكي عنه دائما وعن اهميته بيتنضيف المسام ببادريشيل البلاك هاد وننعن انه بيمينه من الحبوب متقدرو الاساسيليك أسيد بكتير موجودة بالسوط انا عندي شي من بلس شوىسن عندي من ديورانري وعندي من سكين اما هلا فيديو رقم 2 هو من الجميلة ماجازين وهيدا فيديو انتظلوه عن طريقة صنع السيروم الفيتامين سي بالبيت صغيرة ونصف من الماء المقطرة نصف ملعقة صغيرة من الفيتامين سي البودرة وللأشخاص يلي ما عندنون فيتامين سي بودرة وما بيليقوا فيون يجيبوا بيور فيتامين سي أقراص من الفارماسي وبيضحنوها وأخيرا نحن بحاجة لملعقة صغيرة من اللي يسرين النبات أولا رح نخلط الماء أقراص الفيتامين سي في كتير خلطات ترفع على اليوتيوب بس هيدا حاليا خطر لأنه ما بيصير نعمل الفيتامين سي سيروم بالبيت لأنه نحن مش كيميست الفيتامين سي هو وبسهول ما يصير أكسيدنت ما عولي أزي البشرة ويعمل له مشاكل فمش لازم نعمل هيدا الشيء بالبيت لأنه أول شيء خطر أول شيء إذا ما استعملنا The Right Carrier اللي هو بوسل البردكت على السكن ممكن ما يوصل لخطة بسرير بيضله بنوع الكريستل فلازم نستعمل شيء مثل الكريستلين اللي هي استعمالته هلا وأكيد متل ما بتعرفوا الفيتامين سي مش حين لقية بالسوق لأنه هو بيعتبر منوستيبل لأن الانجريدينت كتير فلاتيل سعب نعمل له فحتى الكميست ما يقدروا يعملوا كفرميلات ينزلوها على السوق بالضائم أكثر من كم شهر لأنه ينتزع لأنه منوستيبل فإذا عملنا هيدا بالبيت ما حدر نعمل هيدا الخلطات لحالنا وحيحسسنا كتير فما تستعملوا الأول شيء مش الخلطات مش الباودر يلي اتخذوه من الكابسلز اللي عنديها هون شيء محض هياها أكيد مش تجيبوا هيدا وتتحنوه لأنه هيدا فيه انجريدينت كتير يلي مفوت تنشرب مش مفوت تنحط على البيش فانتبهوا ما تستعمل هيدا عبشكن نو آخر الفيديو لليوم هو من موديل روز وهي بعتقد موديل بالسعودية ومستابعينا دائما يسألوها كيف تعمل تان بطريقة سيف حتى ما تأذيب بسجرطة وهي جاوتنا على سناب ولقيتها على اليوتيوب بس دورت على تانينج فخليني نشوف شو تقول وفي شغلة لازم تعرفونها اللي مع مرأة هو التان ما يصير تقل بالشمس أكثر من ساعة لأنه قادت أكثر من ساعة بينحرك جلدها وبيصير يقشر يعني أنا أول مرة بحياتي بدأت سويتان ما كنت أطور كنت أقدت ساعة تدرجيا كل يوم ساعة 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 عشان أخذ النون بس الحين عادي أقل ساعتين ثلاثة أربعة عادي هذا المتونتان ما تسوونوا فترة الظهر يعني من ساعة داعش إلينا ساعة ثلاثة لا تسوون تابريها لأنه أشعة شمس تكون ضرية تسوون الصباح من سبعة لعشرة ما تسووا أبدا أول نقطة أول نقطة أحط واقع شمس على ركبي أقواعي لا يدل أكمل أشياء واقع شمس لما تستخدمينه لازم تستخدمينه قول ما تطلعين للشمس بربع ساعة أقل شيء تحطينه على بشرتك تطلعين ركبك واحد الجسم كامل بكيفك اكسخ خار هذه الأسوين وانت تشمس بكل نص ساعة يجب ما تبليلين جسمك لأنه ما بلالتي يبدأ يحترق ويصير يتقشر وحكذا لو كنت في بيت تحطين أسوين أو شيء عادي لا 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 يملكم من الشمس الماء لا يملكم من الشمس الماء لا يملكم الماء لا يملكم من الشمس تقول هذا الموضوع الماء لا يملكم من الشمس سأخبركم شيء لا يوجد شيء سيف فتان او تان ما بيأزي كل شي تاننغ للبشرة هو بيدرب البشرة لانه الفكرة انه بس يتغير لون بشرتنا بس يصير فيه سمار او احمرار هيدا بيعني انه البشرة عم تعمل ببانيك هيدا عم تعطيقون انه انا متضيقة فيه شي غلط التاننغ هو يعني البشرة عم تقول انا فما تفكروا اذا ما اخطوا بيستان يعني او اذا بشرتكم سمرة اي تغير باللون يعني انه بشرتنا مش مبسوطة يعني فيه ضرر فضرر الشمس للمدر البعيد بتأدي للتجاعيد بتأدي للبورز الكبار بتأدي للسكن تبعنا بتحسن هيك رخوة بتحسن انه مش مجدودة هيدا كلو مضرر الشمس نحن نسوي اكتر شي بيؤدي للعمر المكبر يلي العالم يلي بيكونه صغار بس باين انه اكبر من عمرهم هيدا كلو من ورا الشمس وما خاصوا الجينز ما خاصوا انه حد يعمل تان صح يعمل تان غلط ما تعملوا تان حتى التانيك بدز تفوت تعملوا يو في ريز على نفسكن تحطوا حالكم بباد هيدا اسوأ من الجمس كمان فما تفكروا انه كمانا سايف لا تفكروا انه كمانا سايف الطريقة الوحيدة انه ناخد لون بدون من ازل بشرتنا هو انه نستعمل سلف تانيك بردكت هنه باسيكي البردكت نجيوه من السوق يلي منحطوهن على بشرتنا ودعيروهن بشرتنا هيدا الشي يعتبر سيف فيه نعمله بس عنده كتير لازم واحد تطل يعمله بطريقة كده الوقت فيه عندك اكسفليييشن نعملها كل فترة لازم نتابع اللون وقلا بصير هيكي يقشر ويبين كأنه تصبغ فمنه هين وصراحة بدبالي اجترد استعمله كلمالكم لحتى تفرجيكم انه فيها ناخد تاني حلوه من دون ما نتعرض للشمس اذا ابسطتوا بهذا الفيديو ما قدرسوا تعانله لايك وكبسوا على الاشتراكات والبال ايقون لحتى يجيكم موتيفكيشن عن كل فيديو جديد كل ما ينزل وبالنسبة لهيدي السيريز كتير بيهمني انه تعانله شير للفيديو تترجوه لأصحابكم تحتى يعرفوا انه مشكل شي بيش وشو انه نازم يسمعولو انه مشكل ما حدا فيديو بلوغر الشي معي يعني صح يجب دائما نعمل ريسورج انا بشوفكم بالحلقة الجاية باي